سلام لبنات نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير ولا خير وفي صحة جيدة وفي محسة الاحوال فيديو اليوم ان شاء الله كما وعدتكم فيديو جيد 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 رائح زوين بزاف بالنسبة للبنات اللي كيسونون على ترطيب انتع رجلين كي نجد ماشي وصفة تكون زوينة وتكون مجربة لترطيب انتع رجلين كما تشوفوا معي المكونات اللي هما سهلة ميزينة معلقة من ميزينة وعدنا كذلك جوج قطرات حتى الثلاثة من زيت الليم فقط قطرات من الليم العادي كذلك عندنا فيتامين ا جميع الوصافات نصحكم ضروري من فيتامين ا كذلك عندنا واحد معلقة ولا جوج معلقة ضروري من السوز العكر الفاسي بالنسبة اللي غادي تدير هاد الوصفة للرجلين بالنسبة اللي غادي تدير هاد الباقي مناطق في الجسم ادينا نوريكم واحد طريقة واحد اخرى عدنا معلقة الخمارة العادية اللي كان يجنوبها كذلك عندنا واحد الكريم اللي غادي نجمع به هاد المكونات هاد الكريم ميلونج الجليسيرين فازلين البرافين كريم ضوف كريم من شركة فارماسين كريم 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 ما اخرم كريم كما اقول لكم اللي ان شاء الله بغت تستعمل هاد الوصفة تخليها الواحد المدة نتاع ربعة دس ويع ولا خمسة دس ويع باش هاكا يعني كنهضر على الرجلين باش هاكدا كتتت تعمقنا في مع الرجل البشرة نتاع الرجل دينا مع المسامات وكتترطبنا الوحد الدراجة اللي هي رائعة وصفة اللي زوينا كتتعطينا طرط طيب كتتعطينا واحد تبيض اللي هو هائل تبيض زوين ومع انك كتشوفو العكر الفاسي رمكي يعطيش دك اللون الحمورية كما نقولو اللي هي مشي زينا بالعكس كتعطيها واحد اللون مورد وزويون كنستعملها حتى اليدين ولكن اللي نسحكم به كما قلت لكم من قبل ما ندروش العكر الفاسي نهائيا نخليو الوصفة كما كتشوفوها بيضة فقط انا هنا باش ندير للرجلين كما اشتو معايا عندي واحد خشيرات اللي برق طن 100% ولدخل جلد باش هاكا كنستغل هاد الوصفة وكنعرف نمشيها على حقها وطريقة بنسبة اللي بنات قلتكم بنسبة اللي بغا تديرها ليدين ما تستعملش العكر الفاسي وكنديروها حتى المناطق وحد خراب حل مثلا الرجلين البنت اللي كتديروا لاصيغ وكيبقى لهم دوك الحبيبات من بعد ما كتديروا لاصيغ ولا بلا لام ولا ما يمكن بزافتة المكونات اللي كنقلوا بهم الشعر راه هاد الوصفة ازوينا كذلك لصحاب لاصيغ اشترككم الفيديو ما تنساوش تدعموني بالشتراكة وشكرا